كويس يعني دي فيها جزء عملي واقعي إنساني الشخص هيعمله وفيه جزء قدري يتجه نحو الإله سبحانه وتعالى الجزء العملي الإنساني إنه الشخص بيشتغل بشغل كويس وبيكافح وبيتعب وبيعافر في الحياة ويعني يأمن نفسه ماديا كويس ويعمل حساب للمستقبل إنه بقى مدخر مثلا حاجة للمستقبل بينوع من مصادر رزقه ويزود رزقه إذا قدر بالشكل ده بيعمل هو العليء السعي اللازم لإنه هو يكفي نفسه ويكفي بيته ويعمل حساب للمستقبل ده جزء مهم جدا لازم نعمله ده بيقلل من المخاوف لحد ما بس برضو ممكن واحد يقول لك والله أنا برضو مهما اشتغلت وتعبت وحوشت وعملت ممكن ده كله يطير في لحظة ممكن أعيا ما قدرش اشتغل ممكن يحصل أي مشكلة رزق يقف ممكن يفصلوني من الشغل بتاعي فبرضو يبقى فيه عنده قلق فنقوله بقى فيه جزء تاني قدري انه ربنا سبحانه وتعالى ضمن الرزق ربنا سبحانه وتعالى ضمن الرزق يعني الآية في القرآن صريحة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحقكم مثلما أنكم تنطقون فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم في هذه الآية أنه ضامن الرزق وأنه الرزق من السماء فده بيخفف كثير بقى من القلق القدري بقى إنه الله طب شغلي رفدني عيت مش عارف مهنتي ما عارتش مشي دلوقتي طب هعمل إيه؟ لأ اتطمن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك هيرزقك فده جزء مهم جد يبقى الاتنين دول يقللوا من القلق ناحية الرزق لأن القلق ده ساعات يصل إلى درجة القلق المرضي يبقى الشخص عنده قلق مرضي على رزقه بس فيه بقى ناس مهما اكتنزوا من المال ومهما كان عندهم مصادر صروة لديه شعور مرضي بالقلق على الرزق وبالخوف على الرزق وده بيدفعه لسلوك بنسميه سلوك الاكتناز القهري أو الاستحواز إنه هو يحوش فلوس كتير قوي وبرضه خايف يشتري عقرات كتير قوي وبرضه خايف يأمن نفسه بكل وسائل التأمين الممكنة وغير الممكنة وبرضه خايف لا دي حالة مرضية بنعليجها كنوع من الوسواس القهري